أزمات متعددة الأوجه يعيشها العراق تتسع كل يوم كنتيجة طبيعية لسياسة الفشل والتخبط وتغول الميليشيات التي باتت تشكل خطرا على البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق ولم يعد أذاها مقتصرا على العراق كدولة مهددة في وجودها وشعب يدفع ثمن ممارساتها الإجرامية مصادر سياسية قالت أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يجري إلى جانب رئيسي الجمهورية والبرلمان الحاليين برهم صالح ومحمد الحلبوسي اتصالات واسعة مع الجانب الأمريكي لاحتواء الموقف بعد الحديث المتصاعد عن رغبة واشنطن بإغلاق السفارة الأمريكية ونقل طاقمها إلى أربيل على خلفية استمرار القصف الصاروخي على السفارة في المنطقة الخضراء من قبل ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران وعجز الحكومة عن وقف تلك الهجمات مسؤول حكومي أكد أن الأمريكيين يتحركون بشكل متسارع وغير مفهوم لتصعيد الموقف بإغلاق السفارة ويقولون إن لديهم معلومات تشير إلى نية الميليشيات مهاجمة السفارة مرة أخرى بصواريخ أكثر تأثيرا تهدد حياة الطاقم الأمريكي وبحسب المسؤول فإن إغلاق السفارة يعني أن الولايات المتحدة تريد اتخاذ خطوات جديدة ردا على الاستهداف المتكرر ما يعني احتمالية توجيه ضربات جوية لمقارات الميليشيات في العراق وفي وقت سابق أصدرت السفارة الأمريكية ببغداد بيانا نوهت فيه إلى أنها ستختبر خلال اليومين المقبلين إجراءات الإنذار المبكر وتدريبات طوارئ في توقيت يتزامن مع معلومات عن تحصينات جديدة تم إضافتها إلى مبنى السفارة في وقت شهدت الأيام الماضية لقاءات مكثفة لمسؤولين حكوميين مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولار الظروف الأمنية في البلاد تتجه لمنحا خطير جدا بسبب العمليات المسلحة هذا ما أعلنه بيان الرئاسات الثلاث الذي شدد على أن استمرار استهداف المراكز والمقارات المدنية والعسكرية وتواصل أعمال اغتيال والخطف تمثل خطرا كبيرا على البلاد لكن تلك الرئاسات لم تتحدث عن الواجب الذي يقع على عاتقها للحد من انزلاق البلاد إلى هذا المصير والسؤال هنا إذا كانت أعلى سلطات البلاد لا تملك إلا أن تدعو وتطالب فعن أي نظام سياسي نتحدث وماذا بقي من الدولة وقانونها ومؤسساتها